احكى ان امرأة فقيرة كانت تصنع كل يوم عجينة للصيادين والتجار لسد الشقوق التي تحدث في المراكب والسفن وكانت تأخذ درهما مقابل العجينة التي تبيعها لهم لتشتري طعاما لصغارها وفي يوم من الايام وبينما هي ذاهبة الى الشاطئ لتبيع العجينة التي صنعتها واثناء انتظارها للقوارب جاء غراب وخطف العجينة من يدها وطار بها بعيدا حزنت المرأة وبكت وهي تنادي ربها وتقول يا رب ان صغاري سيموتون من الجوع فانا لا املك سوى هذه العجينة يا رب لماذا سمحت للغراب ان يسرقها مني ذهبت المرأة المسكينة لحكيم القرية واخبرته بقصتها وهي تبكي وسألته لماذا سمح الله للغراب ان يخطف العجينة من يدي وهو يعلم انها الوسيلة الوحيدة التي اطعم بها اولادي رد عليها الحكيم قائلا الله لا يظلم عباده ابدا انت لا تعلمين حكمة الله في تدبير الشؤون انتظري ولا تستعجلي فان الله سيعوضك اضعاف ما اخذه الغراب منك لان الله اعلم برزقك اكثر منك وهو يحب عباده الصابرين فكوني منهم اثناء هذا الحوار طرق الباب وعندما فتح الحكيم وجد عشرة تجار امامه يهللون ويكبرون من الفرحة واخبروا الحكيم بان الله انقذهم من موت محقق فطلب منهم ان يحكوا له ما حدث لهم فقال احدهم نحن عشرة تجار كنا في عرض البحر واستدم مركبنا باحد الصخور مما سبب له تشققات وبدأ الماء يتسرب للمركب حتى كدنا ان نغرق فدعونا الله تعالى ان ينقذنا من الهلاك وفجأة جاء غراب يحمل عجينة والقاها لنا فقمنا على الفور بسد الشقوق في المركب ونجونا بمعجزة من الله وها نحن قد جئنا اليك بألف درهم صدقة لوجه الله لتعطيها للفقراء والمساكين نظر الحكيم للمرأة وقال لها وهو يبتسم تفضل المال فان الله اشترى منك العجينة مقابل الف درهم بدلا من درهم واحد اذهبي لتطعمي اطفالك ولا تنسي ان تشكري ربك العبرة من القصة تأكد بان الله اذا اخذ منك ما لم تتوقع ضياعه فسوف يعطيك ما لم تتوقع ان تملكه فليكن الحمد لله شعارنا في كل لحظة تعبيرا عن ايماننا وامتناننا ولتكن ثقتنا به سببا لتفاؤلنا ومحفزا لنا على مواصلة السعي نحو الخير فلنردد معا الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر